للمزيد من المتابعة عبر الهاتف ينضموا لينا الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي دكتور علي ورحبك أهلا بك أهلا بك يا فندم نحن نتحدث معك عن حجم الاستثمار في روسيا أو حجم الاستثمار عفوا في القارة الافريقية من الجانب الروسي كيف تقيمه دكتور علي؟ يمكن الاستثمارات الروسية يمكن احنا بشوف ان اهميتها بتيجي من اهمية هذه الاستثمارات فعديد من الفتاعات اللي بتحتاجها القارة لتحقيق رؤيتها عشرين تلاتة وستين وايضا لتحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة اللي بتأكد عليها القارة الافريقية متمثلة أكيد في رئاسة مصر للإستحاد الافريقي وحس الرئيس المصري على الفتاح السيسي على مزيد من الجهد لجذب المزيد من الاستثمارات الروسية اتجاه القارة الافريقية الفكرة تيجي ان القارة الافريقية في الوقت الحالي فليها عديد وعديد من الخطوات المتبطة بتحقيقة مناخ الاعمال ومناخ الاستثمار في القارة وده واضح من الجهود اللي القارة بذلتها اتجاه البنية الساحتية واتجاه مكافحة الفساد والعمل على التنصيق ما بين بعض السياسات النقدية وده يمكن كان واضح في ربط الجنوك المركزية وهي التعاون والتنصيق ما بينها وبين بعض السعي ايضا ليه تزليل كافة العقبات امام المستثمار ويمكن من ضمن اهم العقبات دي هو ان النجاحات اللي كانت بتحققها القارة الافريقية هي نجاحات فردية يعني بنشوف تجارة فردية تجربة مصر هي تجربة نجاحة جدا تجربة المغرب تجربة جنوب افريقيا رواندا وغيرها من الدول هي كانت نجاحات فردية لاول مرة نبتدي نشوف ان في منطقة تجارة حرة تبقى موجودة وحيز التنفيذ ويتم الاتفاق عليها ازاي ان دوة يبقى عامل جذب المستثمار الروسي ان هو يدخ استثماراته ويقدر يستفيد من 1.2 مليار نسمة سوق ضخم جدا يقدر ان هو يدخ فيه استثماراته ويقدر ان هو يستفيد منه بجانب طبعا الموارد اللي بتمتلكها القارة الافريقية سواء بنتكلم على السرارات المعدنية او بنتكلم على غيرها من الموارد اللي بيميز القارة الافريقية عن باقي القارات ده جزء الثاني ازاي ان كمان دلوقتي فيه خطوات احنا شايفينها اتجاه التكامل الاقتصادي الافريقي فدوة اللي يقدر يشجع المستثمار الروسي ان هو يبقى موجود بشكل اكبر الفترة القادمة وعدم اتصال حتى اوجه الاستثمار دي فيه قطاع واحد ولكن احنا شايفين ان فيه تعاون ابتدى يبقى موجود وفيه فرص وعيدة القطاعات ويمكن اهم القطاعات اللي بيتم توجيه الاستثمارات الروسية فيها وفيه وجود بتفزلها القارة الافريقية ومصر بتفزلها ان ترفع من حجم الاستثمارات فهذه القطاعات احنا بنتكلم على بنية تحتية بنتكلم على سكك الحديد بنتكلم على مشاعات مرتبطة بالطاقة واحدة من اهم الملفات اللي اكيد تأمين مصادر طاقة هو سبيل امثل لتحقيق مزيد من معادلات النمو الاقتصادي سواء في القارة الافريقية او في مصر على وجه التحديد وبالتالي زي ان احنا نقدر نستفيد اكيد من الاستثمارات الروسية وايضا نقدر نستفيد من الخبرات الموجودة ملفات عدة مرتبطة ايضا بالصناعة وعلى سبيل المثال صناعة السيارات واحدة من اهم الصناعات اللي يمكن دول كثيرة في القارة بتايت تتحرك بالملف دوت ويمكن مصر على وجه التحديد زي ان هي تتحرك عليها يمكن بالنسبة حتى اللي مصر موضوع المنطقة الاقتصادية الروسية زي ان يبقى فيه التزام بالجدول الموضوع لفعلا انشاء هذه المنطقة وتحقيق المنافع المتبادلة احنا هنا هو نتكلم على الاستثمارات الروسية ليس من منطلق استفادة القارة الافراقية فقط ولكن لتحقيق منافع متبادلة ومصالح مشاركة تحقق المزيد والمزيد من العوائد والمصالح لجميع الاطاف في ظل الصراع والتنافس الواضح جدا خلال الفترة الماضية ما بين عديد وعديد من التور الصناعية على الاستحواج على اكبر نصيب ممكن من الاستثمارات والتبادل التجاري ما بينها وما بين القارة الافراقية في ظل مواجهة الاقتصاد العالمي لعديد من التحديات ابرزها هو ثباته معدلات نمو الاقتصاد العالمي اللي يمكن شوفنا نور النقل الدولي كان اعلم ان معدلات النمو متوقع عليها في نهاية 2017 هي تصل لحوالي 2.6% من بعد 3% و 2.2% فبالتالي السبيل الامس الاكيد للخروج من حالة الركود الاقتصاد العالمي وتباطل معدلات النمو وتعظيم حجم الاستثمارات وافراقية بتقدم فرصة كبيرة جدا لجذبها هذه الاستثمارات في ظل اكيد الوفاق السياسي والتعاون الدبلوماسي الواضح ما بين القارة وما بين الدول الصراعية متمثلة بشكل جديد في روسيا نعم دكتور علي مثل هذه القمم التي تعقد بين القارة الافريقية وبين دول العظمى كيف من الممكن ان تكون دافعا لدول الاخرى للاستثمار في افريقيا يعني حتى ان كان هناك قمة افريقية روسية كيف هذه القمة من الممكن ربما ان تدعم دول اخرى كالمانيا على سبيل المثال كالولايات المتحدة للاستثمار في القارة الافريقية اكيد المستثمار وطاقة المستثمار الروسي بيتم انتقال هذه الطاقة لمستثمين اخرين في ظل التحسن الملحوظ في سهولة الاعمال ومؤشرات اخرى كالثنافسية العالمية في عديد من الدول الافريقية ده جزء الجزء الثاني ازاي ان احنا شايفين دلوقتي مصر عندما تتحدث عن افريقيا تتحدث عن تحسن كبير جدا في عديد من الملفات اهمها هو ملف مكافحة الفساد واحد من اكبر المعوقات اللي كان بيوجهها المستثمار سواء الروسي او اي مستثمار من احدى الدول الاصطناعية الاخرى وبالتالي مكافحة الدقارة الافريقية للفساد الجهود للدول الافريقية بطاقة تبزلها يمكن من 2018 ومصر كان لها يمكن دول كبير جدا في الملف دوت ده اكيد هيزل البزء جديد من العقبات اللي بيواجهها المستثمار اللي ضخ استثمارات اكبر يبتدي سقط المستثمار الروسي تنتقل لي مستثمين اخرين لا يقول له اهمية سوف نتحدث عن المستثمار الالماني المستثمار الصيني المستثمار من الولايات المتحدة الامريكية بالنهاية القارة الافريقية تسعى الى زيادة معادلات الاستثمار الاجنبي المباشر وانتقال وضخ عديد وعديد من رؤوس الاموال الاجنبية الى القارة الافريقية أعتقد أن تفديق العقابات ده هيقدر أنه يسهل وهيقدر يجذب عديد من الاستثمارات الأجنبية في ظل التحدي أكيد الواضح وهو تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن بقى 25% خلال العام الماضي لكن حجم التعاون أكيد هيقدر يجذب الاستثمارات أكثر يقدر أنه يحل مشاكل سواء للدول الصناعية أو للفقار الإفريقية أو حتى على مستوى الاقتصاد العالمية نعم دكتور علي أيضا في ذات السياق يعني كما تعلم أن القارة الإفريقية هي القارة الواعدة والبعض يطلق عليها قارة المستقبل في الفترة القادمة السؤال الآن ما هي مواطن القوة التي من الممكن أن يستثمر فيها الجانب الروسي أو التي تهم الجانب الروسي الاستثمار فيها نحن بنتحدث عن سوء ضخم بنتحدث عن 1.2 مليار نسمة احتياطيات هي الأكبر بالنسبة للصروة المعدنية نتحدث أيضا عن احتياطيات من الغاز والبترول إمكانيات بشرية أصبحت تتطور بشكل سريع جدا للفترات الماضية روسيا لها يمكن كثير من المزايا في عديد من الصناعات تقدر أن هي إزاي تتعاون مع القارة الإفريقية في الجزء المتعلق بالبنية السحتية في ظل أن القارة الإفريقية في الوقت الحالي بتسعى جاهدة لتطوير البنية السحتية لديها وبالتالي دي فرصة كبيرة جدا لروسيا أن هي تتواجد بشكل أكبر الفترة القادمة في إفريقيا لتطوير البنية السحتية نتحدث عن مشروعات المتبطة بالنقلم نتحدث عن مشروعات المتبطة بالسكرة الحديدية في القارة كمان زي أن الدول الإفريقية الفترة دي أعادت الحديث مرة أخرى عن مشروعات كانت معلقة لسنوات طويلة جدا كمشروع القارة تيب تون كيف يكون للإستثمات الروسية دور كبير جدا بهذا المشروع إنشاء المناطق الاقتصادية في عديد من دول القارة من ضمنها أكيد مصر ده برضو فرصة كبيرة جدا للاستفادة من موقع مصر الجغرافي والموارد الموجودة لدى الاقتصاد المصري أكيد هتعود بالنفع على جميع الأطراف القارة الإفريقية هي أصبحت الآن فرصة كبيرة ووعدة لدى كسبة الدول الصناعية للاستثمان فيها للاستفادة من الموارد التي تؤهلها بإذن الله لتحقيق مستويات القضية أفضل الفترة القادمة وأكيد هتعود بالنفع على المستثمرين نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا كنت معي عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لك